ازايكم يا اجمد وقصي عنيس في العالم طبعا انا كان نفسي ان انا ابدأ الفيديو بقى بمود بقى في المكان ونخش وميتنج ونقعد ونتكلم وخلص واعمل الدنيا غيمة جامد معرفش اعمل كده عشان انجز بس الموضوع اللي خلينا عمل الفيديو بالذات بتاع النهاردة ان انا بفكر دايما او دايما اقول لكم في سؤال انتوا اكيد سألتوا لي قبل كده كتير انا دلاتا عايزة بقى موضل بعدت لناس كتيرة عشان اشتغل معاهم موضل بس ما عرفتش او ما بيردوش مثلا في ناس كتيرة قوي بتبقى مثلا بتشتغل في جرافيك ديزاين بيشتغلوا في التصميم يعني الجرافيك او الانيميشن او بيعملوا فيديوهات بيعرفوا يصوروا فيديوهات بيعملوا اي حاجة في الدنيا وفيه حاجات بيبقوا مش عارفينها فبيضطروا ان هم ياخدوا وقت اطول في ان هم يعرفوا الحاجة فبيبقوا بيعملوا حاجات بتاعتهم اللي هم المفروض يعملوها اي ان كانت الحرفة او الحاجة اللي بيعملوها ايه موضل مسلا موضل مسلا موضل وما بيعرفش يصور مسلا في قوض يتعلم التصوير عشان يعرف يبقى موضل كده ففي طريقة انا بقرها في كتاب كنت بقول سري الدين على الكتاب ده كتير محمود سري الدين الكتاب ده من احلى الكتب اللي قارتها بس انا دلوقتي هقول لكم الخلاصة بتاعته وانتو بعد كده اصلا ممكن ما تقررش الكتاب لا مش عايزين لان هو قصصه بعد كده اللي بيعود يحكيها في قصة الكتاب بت يعني بتاعت تكرر شوية الكتاب ده اسمه يعني مين مش ازاي الخلاصة بيقول ايه ان انت لما تيجي تفكر تعمل اي حاجة فكر مين اللي بيعملها مش تعملها ازاي ليه بيقول لك كده خليكم معي الاخر بس قبل ما تحكموش خلص اسمعوا بس دلوقتي وبعد كده فكروا في الفكرة لوحدها لوحدكم بس نبدأ الاول بان احنا نفهم هو راجل عايز يقول ايه دلوقتي انت راجل عايز تبقى موضح فانت جامد قوي في ان انت مثل شايف ان شكلك حلو وشايف ان انت بتعرف تلبس كويس وشايف ان انت بتعرف تبوز حلو وتعمل وقفات حلو بتاعه بس ما بتعرفش تصور فانت قدام الحجم الاتنين يا اما تقعد تتعلم تصوير وتقعد تاخد وقت طويل جدا وفي الاخر ما بتعرفش تصور مثلا نفسك لوحدك عايز تركز في الحاجة اللي انت بتعملها اللي هي الموديلنج مثلا وتسيب التصوير لحد تاني فهو ده اللي بيفتح باب الكلابوريشنز التعاون بيصرع عليك الوقت بدل ما انت بتقعد تتعلم في تصوير تاني لأ انت ممكن تقرأ عن التصوير عشان تعرف لما تجيب بقى حد يشتغل معك وتعمله الكلابوريشن فانتو بتبقوه كاتيم بتسهله على بعض انت هو عايز يعود يصور ناس فانت بدت لفرصة ان هو يعود يصور الناس ويبقى جامد في التصوير ويتمرن عليك وانت ابتدت تعمل صور كتير لنفسك باشكال مختلفة وبقيت خلاص حريف موديلنج فتاة بقى عندك خلاص كده ملف او فايل او بورتفوليو بروفايل تقدر تبعاته للناس يقولك ايه ده ايه الصور الرهيبة دي ايه ده انت مين اللي مصورك الرجل الفلاني يروح هو كمان داخل في المجال او الناس اصحابك او الناس اللي بيشتغلوا في نفس الموضوع او الناس اللي هما بيحبوا برضو كده يسألك انت مين اللي مصورك الشخص الفلاني فجبت لفرص شغل فالكولابوريشن ده او التعاون ده هو اللي خلق الفرصة ليك وليه وصرع الموضوع اصلا ليه كنتو الاتنين انتو اتصال انتو عايزينه فيها وقت كتير لما بتبتدي تبدأ حاجة لما كنت بدأت فمان براند في الاول كنت انا اللي بعمل الزيت وانا اللي بنزل وزعه وبعمل الدليفري وساعتها كان فيه جوميا كنا بنشتغل مع جوميا زمان كنت انا بغلف الحاجات في الكياس وديها للناس بتوع جوميا ووصلها لهم في المكان اللي هو بتاع التخزين مع الوقت لأ انا عايز اركز اكتر في ان اشوف البراند ده انا هاخده فين انا عايز افكر في خطط اكتر للبراند اعمله بلان اكتر فمش مشكلة اقلل شوية مثلا في الفلوس اللي انا ممكن اخدها لنفسي وهستثمر في ان انا بقى اعمل تعاون تعاون مع مين؟ تعاون مع ناس بيوصلوا مثلا ناس بتوع دليفري ناس يغلفوا كده صرعنا الامتاج وصرعنا البروزيس ولا ابتديت اركز في الخطة اللي القدام هنعمل فيها ايه؟ لو انا مثلا عايز اعمل تعاون بيني وبين حد انا مثلا بعمل فيديوهات على يوتيوب واحد تاني مثلا بيعمل حاجات عن مثلا صناعة الاخشاب طب ما تيجي نعمل تعاون مثلا مع بعض ان احنا نعمل سلسلة نعلم فيها الرجالة ازاي يعملوا مثلا حاجات في البيت عندهم مثلا فانا استفدت ككونتنت واستفدت الناس اللي بتفرجوا علي ان هما استفادوا وراجل التاني ده ابتدت شافه وبتدت يعني يجرب ويطلعوا لأفكار عشان الناس اللي في البيت عندوك ازاي يوكو مثلا عايزين يعملوا حاجات فالحاجات دي كلها بتقعد تفتح اللي حاجات بتقعد تفتح على فكرة جاملة ممكن برندات بتعمل كلابريشن اسبع وعد حد حريف مثلا في الشيبسي وحد حريف في الحاجة السقعة مثلا يعملوا تعاون مع بعض بقى عملوا كيس شيبسي وازاي حاجة سقعة بتشتريهم الاتنين بسعر ارخص انا استفدت من ده لان انا ما بعرفش اعمل الشيبسي ومحتاج جانب الحاجة السقعة اعمل حاجة فيها تسالي مثلا عشان الناس بتحب تأكل حاجة كده وتشرب فايه ده لقيت الشخص فانت هو مالة فراغ عندك وانت مالة فراغ عندك فامين انا عايز اقولي فكر دايما لو انت لقيت نفسك مزنوق وفي حاجة كتير قاعد تتعلمها شوف مين وصل الحاجة دي يا اما تعرف منه ازاي تتعلمها عشان يبقى عندك خلفية لما تدور على حد يعملها يبقى عمل ازاي وبعد ما تاخد كده خلفية وتفهم الموضوع بيمشي ازاي شوف حد يساعدك في الحاجة اللي انت تاخده اللي هو تخش مع بعض كده وتعمله التعاون مع بعض وتكمله الطريق فكر دايما في الكلمة دي مين مش ازاي بس تحذير بسيط الموضوع ده لما بتبتدي تعمله بزكاء بيمشي بشكل حلو وفعلا بيجيب لك فرص حلوة لما تبتدي تعمله بتخازل وتكاسل بقيت عايز تجيب ناس تعمل لك كده والناس تدي اعمل لك كده مش هتبتدي تكسر وتبي تدور على الناس تعمل لك حاجات المفروض انت اللي بتبقى بتعملها فهمين قصد ايه؟ حاولوا كده النهاردة تواعدوا تشوفوا مين اللي ممكن يساعدكم ايه التعاونات اللي ممكن تعمله مع ناس تساعدكم يكون فيها فايدة مشتركة ليكنتوا الاتنين مش حد اللي هو بقول لك انا بتفكر عمل معك فيديو وهو اصلا عمل فيديوين في حياته بتعمل معي فيديوهات ليه؟ لازم يكون فيه الفايدة اللي انت بتفكر فيها للشخص ده بتفكر فيها لنفسك انت عايز تستفيد منه عشان يعمل معك فيديو عشان ان هو مسلا عنده ناس كتيرة طب هو هستفيد منك ايه؟ ممكن تعلمه حاجة؟ تعمله حاجة؟ اين كان اين كان مش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده اا شكرا جماعة قوي انو تتفرجتو وقالت الفكرة دي تكون فرقت معاكو فعلا واشوفك بالفيديو الجاي سلام